اهلا ومرحبا بكم في قناتي سلام عليكم كدير اخواتي لبس عليكم ان شاء الله مزيان شكرا للتعليقات الحلوة اللي كتخليوها لي دايما هاداك الوصف انتاع اليوم هي اللحم بالقرنيع كاي اللي يقول له القوق احنا كنا نقول له ديما القرنيع وبالجلبان وهو هدي هي اللي كنديرها نايا غيوشنه هي على حسب الاطفال إلا كان ما ياكلوش فنديروهم بطاطيس معها بش ياكلوا تعرفوا ما يكايبوش الخضراء هنا ياي اللي بغيتوا تسجلو مرحبا بكم في قناتي وحتى عندي في الانستغرام اللي بغيتوا تتحرك حتى نتكلموه مو تشوفوا الصور ديالي اللي كنديرهم هنا سواد سواد تمانية تمانية ستة ستة مهم لي غادي نحتاجو هي القرنيع كاتسميوه القوق كاي اللي يسميوه القوق القرنيع نقدروا نديروا واحد كيلو او للي بغينا على حسب مش حل مادرنا كتر عاد مزيان وشنو هي كين انايين نبغي الوصفة بوحدها يعني غيل هذا جلبان والقرنيع القوق موهم غادي نلو نقشروه وملي غادي نقشروه نديرو فلماء ونقلعو له هذك الخل ها نديرو فلماء ولكن من بعد سوف نشلوه عود نقلعو لهذاك شوية الخل ماش يميش في مزيف موهم هذا القشور راهم زيان لي عنده القناين راهم زيان ليه للقناين مهم احنا نقشره نحطه في الماء but we can add it in the Khal even انجربه اللي تحت طول ن mana and szabews مهم 1-2 цен ، 2-3 ниج Eun sitten او هذا الكيل للملح الكجار بغناء عليه التسود والكوركومة والسكنجبر او ر PF مهم من اللي غادي نقل به مره ازب الزيتون voir كلا يجب أن نضيف طقال الزيتون في الزيتون نضيفه قليلاً للحم مجمد ونضيفه لكي نضيفه نضيفه إلى ثلاجة ونضيفه إلى طقال الزيتون ونضيفه كلا لكي نضيفه نضيف القصبر والطماطم نضيف القصبر والطماطم نضيف القصبر والطماطم نضيف القصبر والطماطم نضيف قصبر ثم نضيف المحامي ثم نضيف المحامي ثم نضيف المحامي ثم نضيف القرنيع ثم نضيف الحامي ثم نضيف عمد احساب البطاطس نضيف القرنيح نضيف القرنيح نضيف القرنيح نضيف القرنيح نضيف القرنيح أجلباً ذكياً. وشكراً للمشاهدة. سلام.